تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حطر موت رئيس الوزراء يوجه برفع وطيرة العمل لإنجاز محطة كهرباء عدن الجديدة الوزير فتح يوجه محافظي المحافظات بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتسجيل الحالات الإنسانية محافظ حضر موت يدشن حملتي النظافة المجتمعية لأحياء منطقة روكب بالمكلة والحملة التطوعية العلاقية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال بالمكلة المحافظ البحثنية تفقد المراحل التحضيرية لمشروع نادي الضباط بمنطقة خلب بالمكلة من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برفع وطيرة العمل في إنجاز تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بطاقة 264 ميجاوات والتسريع بإدخالها في الخدمة لمواجهة أحمال الطلب المتزايد على الطاقة والتقليل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي واستمع رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة وشركة بيتروموسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط المشرف على تنفيذ مشروع محطة كهرباء عدن إلى شرح حول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمحطات التحويلية وشبكات وخطوط نقل الطاقة والتوزيع وتوريد المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة واستعرض الاجتماع بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني الإجراءات والتدابير الحكومية لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتحسين إدارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على مادة الديزل كما ناقش الاجتماع نشاط شركة بيتروموسيلة النفطية في مجالات إنشاء محطات توليد الكهرباء وسير العمليات الإنتاجية وتطوير حقول النفط والغاز وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع النفط والطاقة بالاستفادة من خبرات شركات عالمية مرموقة وفقا لأحدث التقنيات لاستعادة دور هذا القطاع باعتباره أهم رواف الدعم الاقتصاد الوطني وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي حريصة على تطوير قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعملية التنمية وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح محافظية المحافظات حضر موت أبيان شبوى عدن المهرى سقطرة الضالع لحج تعز مهرب الجوف البيضاء بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي وشركائه في عملية المسح الميداني الذي سينفذه البرنامج لتسجيل المستفيدين للمساعدات الإغاثية للعام 2020 ميلادية خلال الفترة من ديسمبر 19-20 إلى مارس 2020 وتسهيل مهامها في عملية المسح الميداني للمستفيدين وشدد فتح على المحافظين والسلطات المحلية بتوجيه مدراء المديريات وكافة الجهاد ذات العلاقة بالتعاون مع البرنامج وشركائه في تسجيل كافة الحالات الإنسانية وفي كافة المناطق بما يضمن إدراك كافة الأسر المستحقة للمساعدات في كشوفات المستحقين للمساعدات للفترة القادمة والرفع بتقارير دورية عن مراحل الإنجاز وبما يكفل ضمان الوصول الإنساني للمستفيدين في كافة المحافظات وأوضح وزير الإدارة المحلية بأن الحكومة ترحب بكافة جهود المانحين والمنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا مطالبا بتكثيف الجهود الدولية لدعم العملية الإغاثية والتعافي والتنمية دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللوار روكن فرج سالمين البحسني حملة النظافة المجتمعية لأحياء منطقة روكب بمديرية المكلة المنفذة من قبل الأهالي بمشاركة من السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بمديرية المكلة وعبر المحافظ البحسني في حفل تدشين الحملة عن سعادته بهذه المبادرة المجتمعية التطوعية من قبل أهالي منطقة روكب مؤكدا دعم السلطة المحلية لها لتحقق الهدف المرجو وتجعل من منطقة روكب موذجا رائعا للمدن الحديثة والنظيفة ليقتدي بها الآخرون ودع المحافظ إلى استمرار الحملة للحفاظ على نظافة المنطقة واستمرار مثل هذه المبادرات المهمة والتي ترفع من مستوى النظافة حاثا صندوق النظافة والتحسين بمنح المزيد من الاهتمام والمتابعة والتفاعل مع المبادرات المجتمعية وتهدف الحملة إلى رفع مخلفات البناء والقمامة من جميع الأحياء والمربعات السكنية بمنطقة روكب على أن يزور كل بيت بأكياس بلاستيكية للقمامة لتقوم بعد ذلك فرق ميدانية بجمع القمامة بشكل يومي ويتزامن ذلك مع تنفيذ برنامج توعوي للمواطنين يحث على همية الحفاظ على النظافة والبيئة وفي وقت سابق دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوار ركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلة الحملة التطوعية العلاقية الخامسة لقصطرة وجراحة القلب للأطفال بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالمملكة العربية السعودية وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبدلها مؤسسة أمراض القلب الخيرية في تنظيمها لحملات جراحة أمراض القلب المجانية والتي يستفيد منها المرضى في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية وتخفف عنهم معاناة المرض ومشقة السفر إلى الخارج للعلاج وتعافيهم من التكاليف المالية الكبيرة وأشر المحافظ البحثني إلى أن حضرموت ومدينة المكلة تفتخر باستضافة هذه المخيمات الطبية التوعوية والهامة مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتسيير عمل الحملة كما هو الحال في كل الحملات الأربعة التي سبقت هذه الحملة وتقدم محافظ حضرموت بالشكر الجزيل لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكل العاملين في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب ومؤسسة أمراض القلب الخيرية وللأطباء السعوديين واليمنيين العاملين بالحملة ولكل من ساهم في تحقيق حلم مرض القلب بالعلاج داخل وطنهم على أيدي أطباء على مستوى عالم من التخصص والخبرة والاحترافية من جانبهم أوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعهب ورئيس الفريق الطبي للحملة الخامسة الدكتور عمر التميمي بأن الحملة التطوعية العلاقية الخامسة لقصطرة وجراحة القلب للأطفال ستجري 90 عملية قلب مفتوح وقصطرة علاقية للأطفال من كافة محافظات الجمهورية اليمنية وستبدأ إجراء العمليات امتداء من نهاية شهر ديسمبر 19-20 وحتى الثالث من شهر يناير 2020 تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوار ركن فرج سالمين البحسني بالمكلة المراحل التحضيرية الأولى لمشروع نادي الضباط بمنطقة خلف شرق مدينة المكلة حيث قام المحافظ البحسني بجولة بموقع المشروع والتعرف على مكوناته والذي يضم ستة مباني رئيسية وفندق أربعة نجوم وصالة اجتماعات كبرى ومركز خاص برجال الأعمال كما استمع المحافظ لشرح من مهندسية المشروع لعملية سير الأعمال التحضيرية الإنشائية للبدء بالمشروع وأهم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في المراحل التحضيرية للمشروع كذلك المواصفات والمعايير المتبعة التي ستتم خلال العمل ووجه المحافظ البحسني بسرعة إنجاز المشروع وفق المواصفات والمعايير المطروحة وحث بالمتابعة الحثيثة من قبل شعبة الأشغال العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية للإشراف على العمل وجه محافظ شبوى محمد بن عدو بإجراء الدراسات الهندسية والفنية لمشروع شق وسفلتة طريق السليم العبيلات وادي نعضا بطول 115 كيلومتر وكما وجه بشأن الطريق الجديد الذي يربط مديريات بيحان بالخط الدولي عتق العبر والذي سيخدم تجمعات سكانية عديدة بالإضافة إلى شركات النفط العاملة في مواقع متفرقة من الصحراء وحتى المحافظ بن عدو مكتب الأشغال العامة والطرق على ضرورة الشروع في إجراء الدراسات الهندسية للمشروع واستكمالها في غضون الشهرين القادمين وقضت توجهات المحافظ بتمويل المشروع من عائدات مبيعات نفط القطاع 5 والذي يجري العمل على قدم وساق لاستئناف تصدير الانتاج من القطاع النفطي عقب استكمال مشروع خط الأنبوب الجديد لنقل انتاج مختلف الحقول النفطية من مارب وشبوى عبر مينة تصدير النفط بن شيمة ومن جانب آخر وضع محافظ شبوى محمد صالح بن عدو حجر الأساس ل32 مشروع تنموي سينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في المكلة خلال العام القادم في مختلف القطاعات بتكلفة مليونين وستمائة واثنين وتسعين دولار وأشهد المحافظ بن عدو بأهمية قائمة المشاريع الجديدة التي سينفذها الصندوق بالمحافظة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين منها مؤكدا بأن الصندوق الاجتماعي بات شريكا فعليا فيها حتى في سنوات الحرب التي لم تتوقف برامج دعمه لها تم في العاصمة الماليزية كوالا لنبور إشهار وتدشين أعمال الملتقى الثقافي اليمني في ماليزيا كأول ملتقى ثقافي يمني تطوعي غير حكومي وغير ربحي يهتم بإحياء العلاقات اليمنية الماليزية المتجذرة في التاريخ والتعريب بالهوية والثقافة اليمنية في بلدان أرخبيل الملايو وكذا تعزيز التبادل الثقافي الفكري بين المجتمع اليمني وتلك المجتمعات وفي فعالية الإشهار أكد سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل بحميد على همية هذا الحراك الثقافي التنويري النوعي مثمنا الجهود التي بذلت من قبل المؤسسين للملتقى وصولا إلى الإشهار مشيرا إلى أن هذه الجهود ستصهم بشكل مباشر في تكريس الوعي المطلوب بقضايا الوطن بين أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا ونشر ثقافة التعايش والقبول بالآخر وإدارة التنوع التي هي مفاهيم لأزمة لبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يقود رايته رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي وتعريف المجتمع الماليزي بالتنوع والكنوز الثقافية التي تزخر بها اليمن وأكد بيان الإشهار على مسارات العمل الثلاثة التي سيقوم عليها الملتقى لتحقيق أهدافه والموزع على المجتمع اليمني في ماليزيا والمجتمع الماليزي والمجتمع اليمني في داخل الوطن وخارج من خلال بلورة رؤى وطنية جامعة داعمة ومتمسكة برؤية إقامة اليمن الاتحادي كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل على كامل التراب الوطني للجمهورية اليمنية ختم النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الوزراء يوجه برفع وطيرة العمل لإنجاز محطة كهرباء عدن الجديدة الوزير فتح يوجه محافظي المحافظات بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتسجيل الحالات الإنسانية محافظ حضر موت يدشن حملتي النظافة المجتمعية لأحياء منطقة روكب بالمكلة والحملة التطوعية العلاقية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال بالمكلة المحافظ البحسنية تفقد المراحل التحضيرية لمشروع نادي الضباط بمنطقة خلب بالمكلة شكرا لكم على طيب المتابعة جمتم في أمان الله اشتركوا في القناة